بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبت بريب 2 تعالوا نكمل كلامنا أكتر عن الأليمنت دي ونعرف أكتر ونتعرف عن البريود الكتيب والجديد اللي بنتعامل معاه ونفهم أكتر عن الأليمنت بس ما تنسوش لو دي أول مرة تشوفونا يريد تعمله سبسكرايب للقناة وتفعاله زر الجرس يريد كمان تفرحوني بلايك وشير وكومنت للفيديو ده وتنورونا على الفيسبوك الجروب والبير وكمان التليجرام اللينكات دي كلها حتلاقوها بإذن الله في الـ Description Box سندوا الوصف تحت الفيديو يلا بينا نخلص آخر بارت معانا في الليسون ده علشان الفيديو الجاي بإذن الله هيبقى حل Problems عن لسون 1 كنا تكلمنا في الليسون ده من أوله كده عن الـ Attempts اللي عملناها علشان نوصل للشكل اللي قدامنا اللي هو المودرن بريودك تيبل كان أول ساينتس تمعانا اسمه من دريف وعمل غلطة عمره أنه عمل bordering للأليمنت دي على حسب الـ Atomic Weight جي بعد كده موزلي عدل الحدوتة وخلاها Atomic Number وجي المودرن بريودك تيبل بشكله الجديد مشى كلام موزلي اللي هو الـ Atomic Number مش الـ Atomic Weight وكمل عليه الـ Way of Energy Sub-Level وعرفنا أن الـ Sub-Level دول ليهم أسامي زي ما الـ Energy Level كان ليهم أسامي الـ Energy Level كان اسموهم K و L و M و N و O و P و Q أما الـ Sub-Level كان اسموهم S و B و D و F ودول اللي سمينا على أساسهم الـ Blocks بتوع المودرن بريودك تيبل عرفنا أنه عندنا 4-Block على اسم الـ 4-Energy Sub-Level هنا الـ S-Block وهنا الـ B-Block واللي في النص دول الـ D-Block واللي تحت الـ Table دول الـ F-Block تعالوا نتكلم عنهم ونشوفهم بشكل أوضح ونعرف كل بلوك فيهم consist أو فيها cam group ولو ليهم اسم كده في معلومة كده نتكلم عنهم بشكل تفصيلي أكثر أدي الـ S-Block مكانها زي ما شفنا من شوية في الـ Left Side من الـ Periodic Table أما عكسها خالص الـ P-Block دي موجودة في الـ Right Side من الـ Periodic Table والـ D-Block دي موجودة في الميدل والـ D-Block دي ليها اسم دلع اسمها Transition Element Transition Element طيب والـ F-Block دي اللي اتفقنا موجودة Below ده Periodic Table دي اللي حطاها على فكرة لو تفتكروا سي الأستاذ موزل يبقى عرفنا كل واحدة اللوكيشن بتاعها فين Left و Right Middle و Below تعالوا نرجع ونشوف بقى كل واحدة فيهم فيها كام جروب لما بصينا على الـ Table بالشكل ده وعرفنا المرة اللي فاتت ان احنا لقينا فيه 7 period وكان فيه 18 جروب جروب حنسمي الجروب الأولانية One A تمام يميس والتانية Two A تمام يميس وبعدين Three ايه ده؟ طب ادي One ودي Two Three بقى أسمي دي اللي Three ولا نسمي دي اللي Three طيب احنا الأول نمشي بالدور احنا خلصنا period One ولقينا period Two فيه Three المفروض تتسمى فحنسمي دي Three A يبقى ادي One A ودي Two A وبعدين هنا Three A وبعدين Four A Five A Six A وSeven A ومفيش حاجة اسمها Eight A اسمها ايه؟ اسمها Zero جروب عندنا في الليسون ده مشكلة مع رقم Eight مفيش حاجة اسمها Eight A اسمها Zero جروب يبقى One A وTwo A دول بتوع الاس بلوك وThree A Four A Five A Six A Seven A والزيرو جروب دول بتوع البي بلوك طيب لما جينا كملنا كده لقينا من أول الperiod number four ظهرت عندنا الدي بلوك طيب يعني هي مش من الأول؟ لا مش من الأول هي بدأت من period four طيب طيب سري كده يميس خلصت ده احنا خدنا سري أمال حنسمي دول ايه؟ حنسميهم سري برضو بس نسميهم سري بي عشان ما لاخبطش دول سري A ودول سري بي سري ودي الجديد فيها بقى انها عبارة عن ثلاثة جروب في بعض ايه ده؟ ده الارد والكوبالد والنيكر التلات أسامي دول احنا جبنا سريتهم قبل كده فعلا احنا جبنا سريتهم مع الساينتست اللي كان اسمه مندليف لما قلنا انه هو لقى البروبرتز بتاعتهم شبه بعض قوي فحطوهم في كارد واحد لو تفتكروا اهو نفسك كده احنا خدنا الفكرة دي من مندليف التلاتة جروب دول الايرن اللي اولهم ايرن واولهم كوبالد ونيكر شبه بعض في البروبرتز فحطناهم كلهم تحت اسم جروب واحد واسمه الـ 8 كلهم بيهات ده 3B, 4B, 5B, 6B, 7B ده اسمه 8 بس مفيش 8B وبعد ان نكمل كان المفروض نقول 9 و 10 بس قلنا مش حنسميهم 9 و 10 لان احنا ما قلناش 1 و 2 وبعدين ده هنا 3 ازاي قول 3 ويبقى قابلها اصلا 10 فحنكمل اللي كان ما قلناهش في الاول يعني 3B نكمل هنا 1B و 2B الترتيب سهل قوي بس هو A غريب شوي يبقى 1A, 2A وبعدين تحت 3B, 4B, 5B, 6B, 7B 7B, 8 اللي هما 3 جروب مع بعض 1B, 2B ونكمل عادي بقى 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ومفيش حاجة اسمها 8A اسمها 0 جروب يبقى 8B مش موجودة اسمها 8 بس و8A مش موجودة اسمها 0 جروب واد الشلتين بتوع موزلي الشلة الاولانية اسمها لانثي نايد والتانية اسمها اكتي نايد نرجع كده ونشوف الكلام ده مكتوب ازاي ايدي البلوكس بتاعتنا دي موجود فيها 1A و 2A دي لأس بلوك دي فيها 6 جروب اللي هما بدقين 1 و 2يبا بعدها 3 3A, 4A, 5A, 6A, 7A و 8 بس اللي هي اسمها 0 جروب مفيش 8A الدي بلوك عرفنا ان اسمهم transition element وعرفنا انه هما 10 جروب كلهم B بس بدقين من اول 3 3B, 4B, 5B, 6B, 7B و 8 بس اللي هي فيها 3 جروب وكملنا 1B و 2B الـF بلوك مش هنقول حاجة جديدة عنهم هما lengthenide وactenide معلومة جديدة كمان عن الـD بلوك انها ما بدأتش معانا من اول التابل دي بدأ من الـPeriod number 4 starts من الـPeriod number 4 نكمل كلامنا ونشوف شوية كلام كده مكتوب بيجي لنا في شكل complete ونفهمه كويس الـElement اللي في الـSame Group الـElement اللي تحت بعض ليهم نفس الـProperties ده الكلام اللي قالوا من زمان خالص من leave وكمل عليه موزلي و الـNumber بتاع الـElectron بتاعهم في outer most energy level برضو similar أيوة كلهم عندهم 1 لكن different في الـEnergy Level لا طب تعالوا نكمل كلام كده ونفهم كله سوا الـElement اللي في الـSame Period بقى ليهم نفس الـNumber of Energy Level ايه ده؟ ده هنا كانوا different أوه هنا كانوا similar Properties وNumber of Electrons هنا different Properties وNumber of Electrons أنا مشوهم حاجة يمس تعال اقول لك بقى لو جينا بصينا مثلا على الـElement وارا بعضهم كده عندي Sodium 11 وبعدها Magnesium 12 وبعدها Aluminium 30 دول في نفس الـPeriod وارا بعضهم 11, 12, 13 فوق الصوديوم ده في حاجة اسمها Lithium 3 وتحت الصوديوم في حاجة اسمها Potassium 19 دول في نفس الـGroup ودول في نفس الـPeriod تعالوا نشوف اللي مع بعض في الـGroup شبه بعض في ايه واللي مع بعض في الـPeriod شبه بعض في ايه ايه دي في الأول كده؟ اللي ورا بعض في الـPeriod ده لما جينا عملنا Electronic Configuration لقينا 2A1 وده 2A2 وده 2A3 هم شبه بعض في حاجة ان كلهم عندهم 3 Energy Level K, L, M, K, L, M, K, L, M هم شبه بعض في الـNumper of Energy Level تمام طب هم المش شبه بعض في ايه؟ ده عنده الأوترموست Energy Level 1 إلكتر وده عنده 2 إلكتر وده عنده 3 إلكتر وإحنا متفقين اللي بيغير الـProperties بتاع كل إليمنتو التاني الأوترموست Energy Level هبقوا كده هم مش شبه بعض في الـNumper of Outerموست Energy Level ولا شبه بعض في الـProperties دول مين يا شباب؟ دول اللي في نفس الـPeriod اللي هم 11, 12 و 13 طيب يعني شبه بعض Similar في الـNumper of Energy Level ودفرنت في الـNumper of Outerموست Electron ودفرنت بالتالي في الـProperties طب تعالوا نشوف بقى اللي في نفس الجروب شبه بعض في ايه؟ ادي ده لما عملناه Electronic Configuration bقى 2-1 ودي ده عاملينه اهو 2-8-1 وده 2-8-8-1 هم كده مش شبه بعض في الـNumper of Energy Level أوبا ده كده عكس الايه؟ عكس الـPeriod of Energy Level طيب بس شبه بعض في 1 1 1 شبه بعض في الـNumper of Outer Most Electron ده عكس الـPeriod برضو لسه مكملين طيب وشبه بعض في الـProperties عرفتي زي ميز عشان احنا اتفقنا الـOuter Most Energy Level ده هو اللي بيحدد للـProperties مدام 1-1-1 يبقى كلهم ليهم نفس الـProperties حلوة قوي يبقى اللي شبه بعض فيه في الـPeriod عكس اللي شبه بعض فيه في الـGroup الـPeriod شبه بعض في الـNumper of Energy Level بس أما الـGroup شبه بعض في الـNumper of Outer Most Electron وكمان شبه بعض في الـProperties ده الكلام اللي كان مكتوب بس شفناه بطريقة عملي شوي نكمل كلامنا ونشوف باقي الحدودة ايه ادي اللي كنا بنقوله الـSame Group Similar في الـProperties والـNumper of Electron اللي موجودة في الـOuter Most Energy Level لكن Different في الـNumper of Energy Level نفسه واللي في الـSame Period عكس الكلام ده Similar في الـNumper of Energy Level بس لكن Different في الـProperties وDifferent في الـNumper of Electron اللي موجودة في الـOuter Most Energy Level يفكرك برضو بأن الـAtomic Number ده ده هو هو الـNumper of Proton اللي Equal للـNumper of Electron أما المس Number ده الـNumper of Proton plus الـNumper of Neutron يعني الـNumper بتاع الحاجات اللي موجودة في الـNucleus كلها كان عندنا كمان Relationship اللي هي 2N Power 2 دي اللي بتعرف لي الفرست 4 Main Energy Level يستحمله كام Electron إزاي نقدر نحلها الـRelationship دي تعالوا نفتكر كده آدي الرول بتاعتنا 2N Power 2 وحفتكر احنا الكلام ده على 4 Energy Level بس Key L M N قبل ما نعمل اي حاجة ندي لكل واحد فيهم النمبر بتاعه الكي ده The First Energy Sub Level يعني رقم 1 اللي ده Second يعني رقم 2 الـM Third رقم 3 وبنفس الفكرة ده 4 كل مرة هطبق الرول وشوف الكي يعمل Saturated بكام إليكترون هنعمل ايه نشيل الـN ونحط بداله النمبر يعني مثلا لو انا حكلم عن الكي حقول 2 تنزل زي ما هي والـN نحط بدالها 1 ونشيل الـPower كده لو سمحت الـPower يخلص الأول يعني 1 Power 2 1 by 1 equal 1 times 2 equal 2 إليكترون الـEnergy Level الأولاني اللي اسمه K Saturated بـ2 إليكترون تمام طب والتاني بنفس الطريقة ايه دي الـL هنشيل ايدي 2 N Power 2 ونشيل الـN دي خادص ونحط بدالها رقم الـL اللي هو 2 يعني 2 2 Power 2 بس زي ما اتفقنا الـPower يخلص الأول 2 Power 2 يعني 2 2 2 2 equal 4 2 2 8 يبقى الـL Saturated بـ8 إليكترون بنفس الفكرة طب والـM نفس الحدودة بالظبط 2 N Power 2 وبعدين نشيل الـN ونحط بدالها 3 يديني 2 3 Power 2 Power 2 يخلص الأول يديني 3 3 3 3 3 3 2 3 Power 2 يعني 3 9 9 times 2 equal 18 إليكترون وآخر حاجة جرب لي نفسك فيها كده وقف الفيديو وعملها وبعدين ارجع شوف رقما اللي طلعته صح ولا غلط الـN equal 2 N Power 2 يعني 4 Power 2 16 times 2 32 إليكترون كده احنا عرفنا كل Energy Level Saturated بكام آدي اللي قلنا K 2 L 8 والM 18 والN 32 طيب السؤال المهم بقى إزاي أقدر أعمل locate للألمانت في الـ table هو ده أهم سؤال عندي في الليسون النهاردة يديني شكل الألمانت أو الـ Atomic Numper بتاع الألمانت ويقول لي يعمل لي اللوكيشن بتاعه فين أو العكس يديني اللوكيشن ويقول لي تعرف تحسب لي الـ Atomic Numper بتاعه الحدوطة سهلة قوي الـ Period Number بنا عرفه ازاي بنعرفه من الـ Numper of Energy Level والGroup Number بنعرفه ازاي بنعرفه من الـ Numper of Electron اللي في Outer Most Energy Level كلام ده يمشي معانا في كل حاجة معادة الهيليم هو موجود في الزيرو جلوب مش في الثو اي علشان الأوتر Most Energy Level بتاعه completely filled with it انا مش عارف حاجة يميسه ومش عارف اعمله كده هننزل فيديو كامل بإذن الله هنشوف الأسئلة بتاعته بالجنة ازاي وازاي نقدر نحلها بطريقة سهلة وبسيط ذكر كويس وتمنى كم كله تاوفي